رئيس مجلس الوزراء يتابع موقف توريد القمح المحلية والاحتياطية الاستراتيجية للسلع شكري يبحث مع نظيره القبرصي تعزيز أمني واستقرار شرق المتوسط ويشيد بدور قبرص في توسيق علاقات القاهرة بالاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن بوتن فشل في تحقيق جميع أهدافه من وراء العمليات العسكرية في أوكرانيا التساع مساء في القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على استمرار التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأمريكي والتطلع إلى أقامة مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص من البلدين في مختلف المجالات تأكيد لمدبولي جاء خلال لقائه رئيس غرفة التجارة الأمريكية طارق توفيق لاستعراض جهود تعزيز الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأمريكيين وخلال الاجتماع أكد مدبولي استعداد الدولة لتقديم الحوافز المختلفة لجذب مزيد من الاستثمارات مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مخصصة لتكون مهمتها تسريع عملية تخصيص الأراضي الصناعية ومن جانبه أثنى رئيس غرفة التجارة الأمريكية على القطوة المهمة بعرض وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة مؤكدا ترحيبهم بهذا التوجه الإيجابي تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقف توريد القمح المحلي من المزارعين والاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك متابعة دورية لموقف السلع الاستراتيجية وكذا لكميات الأقمح الموردة من المزارعين على مستوى الجمهورية وأوضح بيان مجلس الوزراء أن إجمالي الأقمح التي تم استلامها من المزارعين حتى صباح اليوم وصل إلى ثلاثة ملايين طن مضيفا أن عملية التوريد مستمرة حتى الوصول إلى كمية المستهدفة وأوضح مجلس الوزراء أن القمح المتوافر بحساب المقرر توريده يكفي حتى يناير 2023 والأرز يكفي مدة خمسة أشهر ونصف والزيت خمسة أشهر وثمانية من عشر والرؤوس الحية تكفي لمدة ستة عشر شهرا واللحوم المجمدة ستة أشهر والدواج المجمدة سبعة وتسعة من عشر شهر وخلال اجتماع آخر لاستعراض نتائج دراسة تطوير مجمع الألمونيوم بمدينة نجع حمادي أشار مدبولي إلى أن الحكومة طلقت طلبات من جانب عدد من المستثمرين للشراكة في تطوير مجمع الألمونيوم بنجع حمادي وأكد مدبولي أن هناك رغبة حقيقية لتطوير المصنع وتنفيذ توسعات به من أجل العمل على تقطية الاحتياجات المحلية من الألمونيوم وشهد الاجتماع نتائج دراسة شركة باكتال العالمية لتطوير مجمع الألمونيوم بمدينة نجع حمادي وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية عمل توسع إضافي لإنتاج أنواع وقطعات جديدة مطلوبة في السوق المحلي التي يتم استرادها حاليا أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بالتوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر خلال المرحلة المقبلة لا سيما في المدن السحلية والحدودية تأكيد مدبولي جاء خلال اجتماع عقده لمتابعة خطة التوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى أن الحكومة تحرس بشكل جاد على تحقيق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات وذلك ضمن مساعي توسيع قاعدة مشاركة هذا القطاع في الاقتصاد المصري باعتباره شريكا حقيقيا في أعمال التنمية ووجه مدبولي بتشكيل لجنة فنية تتولى تلقي العروض من جانب الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر والتفاوض من أجل التوصل إلى أفضل الأسعار المقدمة كما كلف أجهزة الدولة بأهمية توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاته التحلية وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الانتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتشية مكبرة في هذا الإطار حيث نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها للجرائم التي تضر بالبيئة والثروة الحيوانية والزراعية والداجنة وكذا ما يضر بصحة الإنسان في هذا الإطار كثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من حملاتها وتمكنت وبنطاق محافظة المنوفية من ضبط مصنع أعلاف حيوانية بدون ترخيص بداخل خط إنتاج لتصنيع المواد الخام من مخلفات الدواجن وخمسون طن مواد خام من بروتين الأعلاف وتمكنت من ضبط شركة بدون ترخيص للصناعات الغذائية بمضبوطات خمسة أطنان زورة صفراء وأكثر من طنين مكسبات طعم ومواد غذائية كما تم ضبط شركة بدون ترخيص للمواد الغذائية بداخلها قرابة ستة وأربعين ألف عبوة مواد غذائية بالمنوفية ونجحت في ضبط ثمانية وتسعين طن مواد خام للغراء بمصنع بدون ترخيص للغراء وتمكنت الإدارة من ضبط أربعة محلات ومخزن للأسمدة الزراعية وتجارة الأعلاف بدون ترخيص بمضبوطات أكثر من سلاسة أطنان أعلاف حيوانية وقرابة ثمانية عشر طن ونحو ألفين وخمسمائة عبوة أسمدة زراعية بدون ترخيص كما نجحت في ضبط مخزن بدون ترخيص للمواد الغذائية بداخله أكثر من أربعة أطنان مخللات وملح طعام بنطاق محافظة المنوفية وبنطاق مدريتي أمن القليوبية والمنوفية كثفت الإدارة من حملاتها وتمكنت من ضبط أربعة مصانع وسلاسة محلات وشركة ومخزنين للأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمضبوطات تسعة وسبعين طن ونصف أعلاف بدون ترخيص كما نجحت في ضبط قرابة أحد عشر طن وخمسة ألاف عبوة مواد الغذائية داخل مخزن ومؤسسة بدون ترخيص لتجارة المواد الغذائية بنمنوفية وأصفر الجهود الإدارة في مجال التصدي للتعديات على نهر النيل والمجار المائية عن ضبط خمسمائة وأربع وعشرين قضية التعدي بنطاق مدريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية وقينة والشرقية والأكسر وبنطاق مدريتي أمن بن سويف والقليوبية تمكنت الإدارة وفي مجال الثروة الزراعية من ضبط أربع قضايا بمضبوطات ثمانية عشر طن أعلاف وواحد وأربعين طن وأكثر من تسعة ألاف عبوة أسمدة ومبيدات زراعية بدون ترخيص وفي مجال حماية البيئة تم ضبط سلاس قضايا بمضبوطات بلغت 62 طن مواد جذائية بدون ترخيص بنطاق مدريتي أمن بن سويف والقليوبية وبنطاق محافظة بن سويف تمكنت من ضبط ست قضايا متنوعة في مجال حماية الثروة السمكية وتتواصل جهود الإدارة للتصدي لكافة المخالفات التي تقع بنطاق اختصاصها كما تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 411 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 74 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية كما تمكنت وزارة الداخلية من ضبط قرابة 64 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة فضلا عن ضبط أكثر من 10 أطنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تم ضبط 601 قضية في مجال قضايا المخابز وضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 285 طن من الأقماح المحلية في مجال ضبط المخالفات مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمحة المحلية اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات برنامج تدريب المرشحين للعمل بمكتب الطاقة الذرية بفينا حيث تم تصميم هذا البرنامج التدريبي خصيصا لعدد خمسة مرشحين للعمل بمكتب فينا بما يتناسب مع طبيعة عملهم متوافقا مع رؤية الدولة في التدريب ويتضمن البرنامج التدريبي دراسة العديد من الموضوعات التدريبية المرتبطة بمهارات التواصل الفعال والذكاء العاطفي والاجتماعي ومهارات التفكير النقدي والتحليل المنطقي كذلك التعامل مع الاختلافات الثقافية بشكل فعال بالإضافة إلى دراسة بعض الموضوعات المتعلقة بالإدارة الاستراتيجية والقيادة الفعالة أكد وزير الخارجية سمح شكري أن مصر تعمل مع قبرص في إطار من المبادئ المشتركة والعلاقات الوثيقة بين الشعبين وفي مؤتمر صحفي مع نظره القبرصي أوضح شكري أن مصر تتعامل مع قبرص في ضوء دورها الهام بالاتحاد الأوروبي مضيفا أن مصر ستواصل تعزيز تعاونها في شرق المتوسط علاقات متنوعة مع قبرص سواء كانت علاقات ثلائية علاقات في إطار التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان أيضا الفهم العميق لقبرص للمنطقة والزروف المنطقة والأوضاع في مصر جعلت دائما أبرص شريف في إطار العمل على تدعيم العلاقات المصرية الأوروبية والاتحاد الأوروبي وتستمر قبرص في هذا الدور المهم لتوصيل صوت مصر إلى أعضاء الاتحاد والتعريف بالقضايا الهامة المرتبطة بالأمن القومي المصري وتعزيز أمن السقرار من تأتشار المتوسط وخلال المؤتمر أوضح وزير الخارجية أن المباحثات مع نظيره القبرصي تطرقت لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين وأشار شكري إلى أن مصر وقبرص مستمرتان في التنسيق والتشاور حول الوضع في عدد من القضايا الإقليمية المهمة مباحثاتنا المرفردة والمؤسعة كافة أوجه العلاقات الثنائية التحضير للاجتماع القادم لللجنة العليا المشتركة مراجعة التكليفات التي صادرت عن الاجتماع اللجنة المشتركة العليا السابق وما تم إنجازه والجهد الذي يجب أن نبذله لاستكمال كل ما تم توجيه به من قبل القيادتين من جانبه قال وزير الخارجية قبرص يوانس كاسوليدس أن العلاقات المصرية القبرصية راسخة خاصة على الصعيد الاستراتيجي مؤكدا أن مصر تلعب دورا جوهريا في ليبيا وتبذل الجهود كافة لتحقيق الاستقرار في المنطقة بما في ذلك قطع غزة وحول استضافة مصر المؤتمر تغيير المناخ كوب 27 المقرر عقده في نوفمبر المقبل بشارم الشيخ قال الوزير القبرصي أن مصر تعد نموزجا رائعا في المنطقة في هذا الإتار إنني أشعر باقتناع كامل وبرضة حول هذه العلاقات ومدى تقدمها وخاصة أنها علاقات في واقع الأمر راسخة وخاصة حينما يتعلق الأمر بفكرة العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين كما ذكرت من قبل أننا ننظر في الرؤية القبرصية وخاصة في إطار مجموعة العمل المشترك بين الطرفين من أجل تحقيق ما نسعى إليه دوما كان وزير الخارجية قد عقد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية القبرصية يونيس كاسليديس الذي يزور القاهرة حاليا كما تبعت جلسة المباحثات الثنائية اجتماعات موسعة تناولت كل ملفات العلاقات الثنائية ودفع التعاون في مجالات عدة من أبرزها التجارة والطاقة والاستثمار وتناولت الجلسة والقضايا الإقليمية والدولية محلة لاهتمام مشترك أكد الرئيس روسيف لادمير بوتن استعداد بلاده للمساهمة بشكل كبير في حل أزمة الغزاء العالمية وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اشترت بوتن رفع العقوبات الغربية عن موسكو وأشار إلى استعداد روسيا لتصدير الحبوب والأسمدة من أجل معالجة الأزمة مشددا على جاهزية موسكو لمواصلة إمداد إيطاليا بالغاز دون انقطاع أكد الرئيس روسيف لادمير بوتن أن بلاده لا تزال المصدر الأول للقمح في العالم بعد أن كانت حتى وقت قريب تشتريه وضف بوتن في كلمة خلال المنتدى الاقتصادي الأوراسي أن الولايات المتحدة وغيرها من البلدان تنتج قمحا أكثر لكنها تستهلك المزيد منه لافتا إلى سعي موسكو لتعزيز الشراكة مع دول أوراسيا وأفريقيا وضعنا خطة للتصنيع وتم صرف 300 مليار دولار على قطاع الصناعات الزراعية وحوالي 170 مشروع صرف عليها حوالي 16 مليار دولار وكنا قد هيئنا منافسة وقدرة تنافسية ليس فقط في المنطقة الأوراسية فحسب بل في العالم كله ومنذ فترة ليست ببعيدة كنا نشتري المواد الزراعية واليوم بيتنا المصدر الأول في العالم للمواد الغذائية في المقابل قال رئيس الأوكراني فلودمير زلناسكي أن زيارات السياسيين رفعية المستوى إلى العاصمة الأوكرانية كييف هي إشارات دعم مباشرة مهمة لغاية على حد وصفها وخلال استقباله رئيسة وزراء فناندا سانا مارين في كييف توجه زلناسكي بالشكر إلى فناندا على ما قدمته الأوكرانيا من شحنات للمساعدات العسكرية إلى جانب سعيها لتقديم مختلف أنواع الدعم إلى كييف إن زيارات القادة إلى العاصمة الأوكرانية كييف تمثل إشارة كبيرة ورسالة مباشرة غاية في الأهمية ونود أن نتوجه بالشكر إلى فناندا على ما قدمته لنا من شحنات للمساعدات العسكرية إلى جانب سعيها لدعمنا على مختلف المستويات والتحرك لفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا من جانبها أشادت رئيسة وزراء فناندا سانا مارين بما وصفته بالروح البطولية للشعب الأوكراني وأضافت مارين خلال لقائها زلناسكي أن الشعب الأوكراني يقاتل من أجل حريته ومن أجل أوروبا بأسرها مؤكدة أنه أمر مثير للإعجاب مات الكثير من الناس وفي نفس الوقت فإن الروح البطولية للشعب الأوكراني الذي يقاتل من أجل حريته ومن أجل أوروبا بأسرها أمر مثير للإعجاب وكان من الصعب للغاية النظر إلى كل ما فعلته روسيا في مدينتي بوتشا وإربين من ناحية أخرى أكد وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكين أن بلاده لا تستهدف الحفاظ على النظام الدولي القائم حاليا فحسب بل تحديثه لمواجهة التحديات العالمية وضف بلينكين أن الرئيس الروسي فشل في تحقيق جميع أهدافه من وراء العملية العسكرية في أوكرانيا وأنه بات يشكل تهديدا حقيقيا على النظام الدولي لافتا إلى ضرورة عمل الولايات المتحدة مع الصين في مواجهة المستقبل في المستقبل لمواجهة التحديات المشتركة الحرب لم تنتهي بعد ولكن الرئيس بوتين فشل في تحقيق أي واحدة من أهدافه الاستراتيجية بدلا من محوي وتخلص من استقلال أوكرانيا وبدلا من تقسيم الناتة وعزها وبدلا من إضعاف النظام الدولي فقد جمع الدول معا للدفاع عنه حتى مع استمرار حرب رئيس بوتين سنبقى مراكزين على أهم التحديات طويلة الأمد للنظام الدولي التي تفرضها الصين الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها الرغبة في إعادة صياغة النظام الدولي وبشكل متزايد وخلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن روسيا لم تنجح في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا وضف شولتس أنه لا يمكن أن يمليى الرئيس الروسي شروطا لاتفاق السلام مرجحا أن يتفاوض بوتين بجدية فقط إذا مقتنع بعدم إمكانية روسيا الانتصار في عمليتها العسكرية والتغلب على الدفاعات الأوكرانية يبدو لي وبشكل مواضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سينخلط بجدية في مفاوضات السلام فقط عندما يدرك عدم قدرة روسيا على هزيمة الدفاعات الأوكرانية ولهذا فنحن ندعم أوكرانيا ولكننا لا نفعل أي شيء من شأنه أن يجعل حلف شمال الأطنطي طرفا في الصراع لأن الأمر حينئذ سيعني مواجهة مباشرة بين القوى النووية العالمية حذر وزير الخارجية الروسي سيرجيل أفروف الغرب من أن إمداد أوكرانيا بأسلحة قادرة على ضرب الأراضي الروسية سيكون خطوة خطيرة نحو تصعيد غير مقبول وأضف الأفروف أنه يأمل أن يفهم العقلاء في الغرب هذا الأمر مشيرا إلى أن أعداد العقلاء في الغرب باتت قليلة هذا وقد أعلنت روسيا أنها تتوقع أن تعترف أوكرانيا بالوضع الحالي وأن تتقبل مطالب روسيا وردنا على سؤال عما إذا كانت روسيا تتوقع من أوكرانيا تقديم تنازلات قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن موسكو تتوقع قبول مطالبها وأن تتفهم كيف الوضع الحقيقي القائم بحكم الأمر الواقع مع إجراء أوكرانيا تقييم رصينا للأوضاع كما أضف بيسكوف أن الغرب بحاجة إلى رفع بعض العقوبات المفروضة على روسيا لاستئناف شحنات الحبوب من أوكرانيا وميدانيا قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكي أن هناك مؤشرات على تصعيد روسيا للقتال مشيرة إلى أن شدة المعارك في منطقة دونباس في الشرق بلغت حدها الأقصى بالتوازي أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن القوات روسية توصل شد هجومها المكثف في عدة مناطق من خط المواجهة شرقي البلاد وأشر الجيش الأوكراني إلى أن القوات روسية شنت ضربات صاروخية وجوية على منشآت البنية التحتية في أنحاء أوكرانيا يأتي هذا فيما تحاول روسيا بسط السيطرة الكاملة على دونباس حيث قامت بإرسال آلاف القوات إلى المنطقة والهجوم من ثلاثة محاور في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مروحية أوكرانية من ترز مي 24 في منطقة خاركوف وقالت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي أسقطت كذلك طائرة نقل عسكرية أوكرانية تحمل ذخيرة وأسلحة بالقرب من منطقة أوديسا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها على وقع الأزمة الاقتصادية العالمية منظمة التجارة العالمية تدعو لعدم حظر الصادرات الغزائية حثت منظمة التجارة العالمية دول العالم على عدم منع أو تقييد صادرات المواد الغزائية الأساسية بعدما أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تفاقم التوتر في أسواق الغذاء العالمي وأتت دعوة المنظمة العالمية بعد ساعات من قرار أصدرته الهند وحددت بمجبه صادراتها من السكر إلى عشر ملايين طن سنويا حتى سبتمبر القادم وذلك من أجل حماية مخزونها وخفض التطخم قرر البنك والمركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي بوقع ثلاثة في البيئة إلى أحد عشر في المائة سنويا ورجح المركزي الروسي إمكانية خفض سعر الفائدة الرئيسي مجددا في الاجتماعات المقبلة مشيرا إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي في روسيا ففي شهر أبريل الماضي كان عنده 17.18% وفي العشرين من مايو الجاري تبطى إلى 17.5% وفيما يتعلق بالضغوط الخارجية قال المركزي الروسي أن الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي لا تزال صعبة لكن في الوقت نفسه انخفضت مخاطر الاستقرار المالي بشكل طفيف تراجع الدولار إلى أقل مستوى في شهر بعدما جاء بيان البنك المركزي الأمريكي دون مفاجآت تذكر حيث أيد معظم المشاركين في الاجتماع رفع الفائدة 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 2 من 100% إلى 101 من 10 نقطة وانخفض العائد إلى سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام إلى 1.4% انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلباتنا جديدة الحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي بما يتوافق مع ظروف سوق العمل الذي لا يزال يشهد أزمة وسط طلب قوي على العمال على الرغم من رفع سعر الفائدة وتشديد الأوضاع المالية قالت وزارة العمل أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت في الأسبوع الماضية بواقع 8 ألاف لتبلغ 210 ألاف بعد تعديل الأرقام في ضوء العوامل الموسمية تعتزم إحدى الشركات المصنعة لحليب الأطفال في المملكة المتحدة أن ترسل إلى الولايات المتحدة السلعة الاستراتيجية للمساعدة في تخفيف النقص الذي ترك العديد من الآباء يكافحون لإطعام أطفالهم وحدثت أزمة الألباني الأطفال بعدما قامت أكبر شركة منتجة بالولايات المتحدة بحصة سقية تبلغ 40% بسحب منتجاتها على الصعيد المحلي كشف وزير المال البريطاني ريشي سونك عن حزمة دعم كبيرة للمستهلكين المتضررين جراء ارتفاع فوثير الطاقة بمساعدة من ضريبة استثنائية مؤقتة على قطاع الطاقة وستمول الحزمة البريغة قيمتها 15 مليار جونهي سترليني جزئياً عبر ضريبة استثنائية على الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات نفطية والتي أفادت بدورها بشكل كبير من التفاع أسعار النفط والغز رسم رئيس الوزراء الصيني صورة قاتمة لاقتصاد بلاده الذي تقوضه القيود المفروضة لمكافحة كورونا معتبراً أنه يمر بلحظات حساسة في مواجهة صعوبات أكبر من تلك التي سجلت في عام 2020 تنتهج الصين التي تواجه منذ أشهر موجة وبائية جديدة استراتيجية صفر كورونا الرامية إلى الحد قدر من الإمكان من عدد الوفيات بفضل تدابير إغلاق خصوصاً في شنغهاي منذ مطلع إبريل وشهد الصين في مايو الحالي أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عامين مع تسجيل أدنى مستوى استهلاك ونسبة بطالة قريبة من المعدل القياسي ترجمة نانسي قنقر أعربت مصر عن بالغي الحزن وخالص التعازي لجمهورية السنغال الشقيقة إثر حادث الحريق المفجع الذي اندلع بالأمس في مستشفى بلدة تفواني غربي البلاد وأصفر عن وفاة 11 طفلاً رضيعاً وفي بيان لوزارة الخارجية أعربت مصر عن صادق مواساتها لحكومة وشعب السنغال الشقيقة ولأمهات الضحايا وأسرهم كافة مؤكدة تضامنها الكاملة معهم في هذا الظرف الأليم انتهى التقرير الذي أعدته النيابة العامة الفلسطينية إلى أن المقذوف الناري الذي أصاب رأس الصحفية شرين أبو عقلة وأودى لمقتلها هو من النوع الخارق للدروع ويحمل خصائص تستخدم مع سلاح قناص وأوضح النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب أن التقرير المفصل الذي أعد حول قتل شرين أبو عقلة يؤكد أن أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلق رصاص على أبو عقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب للاحتماء وأشار إلى أن إطلاق النار صوب الصحفيين كان بشكل مباشر ومتعمد أكد رئيس تونسي قيس سعيد أنه لا يمكن تحقيق السلم الاجتماعي إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع جاء ذلك خلال استقباله بقصر قرطاج وزيرتاء العدل وزيرة داخلية حيث شدد سعيد على ضرورة تحامل القدات الشرفاء مسؤوليتهم في هذا الظرف الذي تعيشه تونس كما تناول اللقاء الوضع العام بالبلاد فيما يتعلق بمواجهة من يحاولون العبثة بمقدرات البلاد واختلاق الأزمات أعرب الرئيس اللبناني مشيل عون عن أمله في أن يتمكن مجلس النواب الجديد من واكبة عملية الإصلاح التي بدأت حتى استكملها بما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين جاء ذلك خلال استقباله المدير المساعد لبرنامج الحماية من الأمم المتحدة الإنمائي في قصر بعبدة وأكد عون أنه سيواصل العمل خلال ما تبقى من ولايته الرئاسية على مكافحة الفساد وإنجاز التحقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصر في لبنان والإدارات والمؤسسات الرسمية الأخرى وذلك لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تردي الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد شهد مقر والأمانات العامة للجامعة العربية عملت دورة الخامسة والأربعين لمجلسي وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة مصر وتناقش الدورة والوزارية للمجلس عددا من الملفات الشبابية والرياضية منها النظر في طلب لبنان تقديم ملف حول الفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها خلال العام الحالي ذلك بمناسبة احتضان بيروت لفعاليات عاصمة الشباب العربي كما يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروعات البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية العربية المقرر تنفيذها أكدت الخارجية الأمريكية دعم الولايات المتحدة بقوة لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن للدفع بعملية السلام وأحثت الخارجية الأمريكية الحكومة اليمنية وقوة الحوثي على الانخراط بشكل بناء في اجتماعاتها برعاية الأمم المتحدة للاتفاق على فتح الطرق نحو تعز ومناطق أخرى في اليمن أعلنت الشرطة اليمنية مقتلى ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة خمسة وعشرين آخرين في انفجار عبوة ناسفة بأحد الأسواق الشعبية في مدينة عدن وذكرت الشرطة اليمنية في بيان أن الانفجار وقع في سوق لباية الأسماك بإحدى مناطق شمال العدن بفعل عبوة ناسفة تم زرعها في أحد البراميل فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث أعلن أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط أو المتوسط أنه حتى الأمس تم الإبلاغ عن 157 حالة إصابة مؤكدة بفيروس جودري القردة على مستوى العالم منها حالة واحدة مؤكدة في إقليم شرق المتوسط أبلغ عنها في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي كلمته خلال الدورة الـ 75 لجمعية الصحة العالمية في جينيف أضاف المنظري أن الأولوية الرئيسية الآن تتمثل في وقف انتقال المرض بين دول الإقليم وأما في إقليم شرق المتوسط فإن أولوياتنا الرئيسية الآن تتمثل في وقف انتقال المرض ونحن الآن في وضع أقوى بكثير ولله الحمد يعني يمكننا من القيام بذلك نتيجة لجهود الاستجابة والتصدي لمرض كوفيد-19 على مدى العامين والنصف الماضيين مما عزز قدرتنا في مجال الترصد والتشخيص المختبري كذلك يعني مما يسمح لنا بتحديد حالات الإصابة وتأكيدها بشكل أكثر فعالية قبل أن يزداد انتشار المرض ووسط حالة الذعر التي يعيشها العالم بسبب جدري القردة ذكرت دراسة طبية بريطانية حديثة أن أعراض المرض قد تمر بشكل أسرع وذلك عندما يعالج المرض بمضاد فيروسات معروف خاصة وأنه لا يوجد لقاح محدد للوقاية منه لا أحد بمنأ عن خطر انتشار جدري القردة الذي تسبب في حالة من الذعر بمجرد انتشاره في عدد من الدول وذلك وفقا لتصريحات منظمة الصحة العالمية المنظمة الأممية دعت جميع دول العالم للتأهب لرصد أي إصابات بالفيروس خاصة وأنه لا يوجد لقاح محدد للوقاية منه ولكن أثبتت الدراسات أن لقاح الجدري فعال ضد الفيروس وأن هناك لقاحين تم الترخيص باستخدامهما للوقاية منه شركة موديرنا الأمريكية لصناعة الأدوية أعلنت مؤخراً أنها تختبر لقاحاً محتملاً للوقاية من جدري القردة الذي أصار مخاوف عالمية واسعة دون أن تستعرض مزيداً من التفاصيل عن اللقاح ورغم تسجيل المزيد من حالات الإصابة بجدري القردة في أوروبا وأمريكا الشمالية تتوالى التطمينات الدولية من الحكومات والخبراء بشأن الفيروس مؤكدة أن مخاطر هذا المرض منخفضة ومع وجود مخاوف على مستوى العالم من انتشار فيروس وبائي كجائحة كورونا أشارت العديد من التقديرات إلى أن هذا الفيروس ليس بالقدر الكبير من الخطورة ويمكن الشفاء منه تلقائياً موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة ارتفع إلى 6 ملايين و283 ألف وفاة كشفت مدينة شنغهاي الصينية عن المزيد من الخطط لفترة ما بعد رفع القيود للإغلاق والعودة إلى الحياة الطبيعية ومن المنتظر أن تنهي شنغهاي رسميا إجراءات الإغلاق في أول الشهر القادم في حين تعمل على تخفيف قيود مكافحة الجائحة بحضر حيث سمحت لمزيد من السكان بالخروج وعودت مزيد من السيارات وغيرها من وسائل الانتقال إلى الشوارع أكدت الولايات المتحدة واليابان استعداد تحالفهم الثنائي للرد على أي عدوان تشنه كوريا الشمالية جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الياباني لتبادل التقييمات حول عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والأخيرة في كوريا الشمالية أيضا وذلك بالتزامن دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية إلى الكف عن سلوكها غير القانوني والانخراط في حوار متواصل وصادق حيث أكدت نائبة وزير الخارجي الأمريكي بويندي شيرمان أنه على الرغم من أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحا مع كوريا الشمالية إلا أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن حلفائها هذا وقد أجرت كل من اليابان والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة تضمنت مشاركة طائرات مقاتلة فوق بحر اليابان من جانبه قال الجيش الأمريكي أن التدريبات تهدف العرض القدرات المشتركة لردع التهديدات الإقليمية ومكافحتها أفادت وكلة الأنباء الفرنسية بأن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمهل الحكومة الباكستانية ستة أيام لإقرار انتخابات مبكرة يأتي ذلك بعد إنهائه مسيرة ضمت الألاف من أنصاره في العاصمة إسلامباد وأضافت وكالة الأنباء الفرنسية أن المسيرة تخللتها اشتباكات في أماكن عدة واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع عندما حاول المتظاهرون اكتياز الحواجز كما أصدرت المحكمة العليا قرارا يلزم الشرطة السماح للمتظاهرين بالوصول إلى العاصمة جدير بالذكر أن البرلمان قد أطاح بعمران خان في العاشر من إبريل الماضي بحجب الثقة عنه ومنذ ذلك الحين يحاول حزبه حركة إنصاف حشد الشارع لتصعيد الضغط على الحكومة الاقتلافية لدفعها نحو الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة نظمت مدرية الصحة بوسوان قافلة طبية بمركز نصر النوبة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتضمنت أعمال القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لأكثر من 1600 من المترددين على القافلة فضلا عن تحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بوسوان لإجراء العمليات الجراحية ننفس قافلة طبية في قرية خريطة التابعة لمركز نصر النوبة النهاردة اليوم الثاني من تنفيذ القافلة فكرة القافلة العلاجية هي الوصول بالخدمة الطبية زي ما قلنا حضراتكم لأهلنا والناسنا في المناطق والقرى الأكثر احتياجا هي عبارة عن قافلة الطبية عبارة عن مستشفى ميداني متنقل بيضم عشر تخصصات طبية مختلفة بيضم اتنين معمل معمل طفائلات ومعمل الدم بيضم خدمة الأشعة العادية بيضم خدمة الأشعة التلفزيونية معانا صيدلية بالمجان فيها أكثر من 130 صنف بالمجان طبعا منقدم الخدمة اللي محتاجة تحويل رعاية تانية أو رعاية تالتة من حولها لأرب مستشفى تبع المدريط الصحة زائد حوالي 150 نوع دواء معانا طبعا في القفلة نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التامونية وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتي شددت على استمرار تطبيق عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التامونية دون إلغاء حيث يشترط أن يكون رقم الهاتف المسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها مشيرة إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهاتف المحمول لمن أرسلت لهم رسائل على بون الصرف حتى الثلاثين من يونيو المقبل اختتم النائب والعام الدورة التدريبية المنعقدة بماهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية للوفد الليبي الشقيق من النيابة العامة الليبية وخلال لقاء جمعه بالوفد بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة وجه النائب العام التحية والتقدير للنائب العام الليبي الشقيق مؤكدا تاريخية العلاقة بين البلدين في جميع المجالات وأكد النائب العام أن هدف هذه الدورة هو نقل خبرتي وتجربة النيابة العامة المصرية مشيرا إلى أهمية أن لا يكون العمل بالنيابة العامة بأسلوب تقليدي مع ضرورة استخدام أساليب قانونية عملية متطورة خاصة في تحقيقات جرائم الإرهاب والعدوان على المال العام ذكر مركز المعلومات ودعم تخذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تستهدف زيادة الرقع الزراعية بمعدل نصف المليون فدان خلال عامي 2022 و2023 وذلك بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح ما بين 15% و20% من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والبذور جاء ذلك خلال عرض معلوماتي نشره مركز المعلومات ويتناول خطط مصر لتحقيق الاكتفاء الزاتي من السلع المختلفة بحلول عام 2025 وأشر العرض إلى أن مصر تهدف إلى زيادة الصدرات الزراعية إلى 3.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل كما تسعى لرفع الاكتفاء الزاتي من القمح بحلول عام 2025 إلى 65% كما تسعى إلى الوصول لنسبة الاكتفاء الزاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 65% على حلول عام 2025 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار فعاليات مؤتمر آثار التغيرات المناخية على الاستدامة الطريق إلى كوب 27 المقام المؤتمر المقام على مدار يومي تنظمه مؤسسة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 وفي كلمته أكد الوزير أن المؤتمر يستهدف الوصول إلى خارطة طريق واضحة تحافظ على الاستدامة لحياة أفضل للأجيال القادمة وألفت عبدالغفار إلى الموقف المصري وركائزه تجاه قضايا التغيرات المناخية والذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في الدورة السابقة لهذا المؤتمر والتي استضافتها مدينة جلاسكو الاسكتلندية في نوفمبر الماضي مشيرا إلى أن مصر من الدول التي تتأثر بآثار التغيرات المناخية بشكل كبير رغم عدم كونها من الدول المتسببة في الانبعثات الكربونية تتواصل بحي القلعة بالقاهرة فعليات مهرجان الطبول الذي تختتم فعلياته السبت وأشارك في المهرجان 43 فرقة متنوعة من مصر ودول عربية وإفريقية وأسيوية وأوروبية وللمزيد ينضم إلينا مرسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل يعني محمود بعد التحية صف لنا المشهد لديك نعم لازلنا نتابع معكم الأجواء المبهجة يعني المرسومة على وجوه الجماهير خلال فعليات مهرجان الطبول اليوم ليلة فنية جديدة وتحديدا من الصور الشمالي بقاهرة المعز في شارع المعز لدين الله الفاطمي الذي يستضيف مع غيره من الأماكن التراثية فعليات مهرجان الطبول الليلة ستكون هي الليلة الأخيرة في الفعاليات ثم حفل الختام سيكون يوم السبت القادم على مصرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين اليوم يعني ثلاث دول يعني أشعلوا المصرح مصرح صور القاهرة الشمالي بدأت يعني بالفعل مصر من خلال فرقة مشوار التي قدمت مقطعات موسيقية وأغاني أيضا منها أغنية أفريقيا وأشعلت الحماس مع الجمهور ثم الفرقة الثانية وهي فرقة من دولة أندونيسيا قدموا يعني بعض الأنشيد الدينية وأيضا ما يعبر عن دولة أندونيسيا ثم الآن المصرح استقبل فرقة الفنون الشعبية والعربية بدولة تونس ضيف شرف هذا هذه النسخة وهي النسخة التاسعة الجمهور اليوم ما لحظناه الجديد أن هناك عدد كبير من الجماهير من مختلف المحافظات جاءوا لحضور فعليات مهرجان الطبول وأيضا بعض الجماهير من الدول الأجنبية الذين وجهوا الشكر للقيادات المصرية على رعاية مهرجان الطبول وغير من المهرجانات التي يعني ترسل رسالة سلام للعالم من خلال دقات الطبول والفنون والثقافات المختلفة الجماهير المصرية اليوم أيضا عبروا عن سعادتهم بأنهم يقضون صهرة فنية جميلة كل يوم منذ اليوم الأول لفعليات مهرجان الطبول أيضا كانت هناك عروض لبعض الفرق من ذوي الهمم من المحلة الكبرى وكان أيضا هناك تفاعل كبير جدا مع الجمهور لهذه الفرق فبالتالي هناك رسالة سلام ومحبة وهناك أيضا تنوع ثقافي من خلال الفرق الموسيقية الموجودة المختلفة الذين بالطبع رحبوا بوجود هذه الأماكن التاريخية الكبيرة التي استعدت لاستقبالهم وتوجيه الشكر أيضا لوزارة الثقافة على رعايتها لهذا المهرجان خاصة في هذه النسخة المميزة بمشاركة كل هذه الفرق الموسيقية من ثمان من ثمان عشر دولة وهي واحدة من ليال القاهرة شكرا لك محمود جميل مرسل التلفزيون المصري والآن ننتقل إلى آخر أخبار المال والأعمال ننتقل إلى الزميلة دينا شارف أهلا بك دينا شكرا لك يا ياسر شكرا لك يا أميرة والآن موعدنا أخبار المال والأعمال محليا وعالميا أقد وزير البترول طارق الملعدة اجتماعات على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في ديفوز وبحث الوزير مع رئيس وزراء بلغرية إمكانيات وفرص التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة في الدور الإقليمي لمصر كمركز لتجارة وتداول الغاز الطبيعي وكذلك بحث تداعيات الأزمة العالمية الحالية على أسواق الطاقة كما التقى الوزير أيضا مع أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك محمد باركيندو حيث أعرب الوزير عن تقدير مصر لجهود أمين عام أوبيك خلال الفترة التي قضاها في قيادة المنظمة والتي تنتهي في شهر يوليو المقبل والتي سهم خلالها في قيادة المنظمة للقيام بدورها في ضبط السوق وتحقيق التوازن المنشوط خاصة بعد جائحة كورونا وإلى البورصة المصرية حيث أنهت تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بدغوط مبيعات المتعاملين مصريين والعرب وسط أحجام تداول منخفضة وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليارات جنيه لغلق عند مستوى 669 مليار و247 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10247 نقطة وأغلق عند 10200 نقطة متراجعاً بنسبة 46 من 100 بالمئة وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1765 نقطة وأغلق عند 1746 نقطة منخفضاً بنسبة 1.7 من 100 بالمئة كما فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 2660 نقطة لغلق عند مستوى 2627 نقطة منخفضاً بنسبة 1.23 من 100 بالمئة وإلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدر الأمريكي 18 جنيه و55 قرشاً للشراء و18 جنيه و63 قرشاً للبيع وأسجل اليورو 19 جنيه و83 قرشاً للشراء و19 جنيه و92 قرشاً للبيع في حين وصل السليني إلى 23 جنيه و29 قرشاً للشراء و23 جنيه و40 قرشاً للبيع بالنسبة العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيه و5 قرشاً للشراء و5 جنيه و7 قرشاً للبيع وسجل الريال السعودي 4 جنيه و94 قرشاً للشراء و4 جنيه و97 قرشاً للبيع وفي أسواق المعادن النفيسة تعززت أسعار الذهب مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي مما يجعل المعادن الأصفر المصاعر بدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج ليصعد الذهب في المعابلات الفورية 13% ويصل إلى 1858 دولاراً للأوقية وسجل عيار 18 نحو 903 جنيهات وسجل عيار الذهب 21.055 جنيه في حين سجل عيار 24 نحو 126 جنيه ووصل سعر جنيه الذهب إلى 8.440 جنيه تباين أداء برصة منطقة الخليج عند الإغلاق بالسبب استمرار المخاوف بشأن تباطئ النمو الإقصادي العالمي بعد أن أكد البنك المركزي الأمريكي أنه يتجه إلى تجديد السياسة النقدية بواتيرة سريعة وتراجع المؤشر السعودي 5 من 10% كما تراجعت برصة قطر بنسبة 2 من 10% وفي أبوظبي تراجع المؤشر 2 من 10% وألها مؤشر دبي رئيسي على ارتفاع 1.2 من 10% كما صعدت برصة البحرين بنسبة 3 من 10% وارتفعت برصة الكويت بنسبة 5 من 10% ختم أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى ياسر وأميرة إليكم شكرا دينا أعلنت وزيرة الثقافة إناس عبدالدايم عن تنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والثرية للاحتفاء بحقبة عشرينيات القرن الماضي وقالت عبدالدايم أن عشرينيات القرن الماضي تمثل فترة زمنية مميزة في تاريخ مصر الحديث تخطط المائة عام وطبعت الوزيرة أنه تم عدد أجندة فعاليات القضاء على أهم الأشكال الفنية والأدبية والفكرية التي تم إنتاجها لتنشيط الذاكرة الثقافية والإبداعية للشباب فضلا عن تعريف الأجيال الجديدة بتأثيرها الذي يعد أحد عوامل تطور الإبداع حتى اليوم والآن وصلنا إلى الفقرة الرياضية إليك مرة أخرى دينا شكرا لك أميرة شكرا لك ياسي والآن معدنا مع أخبار رياضة محليا وعالميا أصبرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من التاسع وحتى التاسع عشر من يوليو القادم عن وقوع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى بجانب منتخبات المغرب والكاميرون فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات الجزائر والجابون وغينيا وكينيا بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات تونس والرأس الأخضر ونيجرية وتضم المجموعة الرابعة منتخبات أنجولا والكنغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا فاز البنك الأهلي على مضيفه المصري بورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة مؤجلة من جولة الخامسة عشر من الدوري ممتاز بهذا الفوز رفع البنك الأهلي رصيد إلى 29 نقطة في المركز السادس بينما توقف رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر يواصل ليفربول الإنجليزي استعدادات لمواجهة الريال مادريل الإسباني في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرانسية باريس يوم السبت المقبل وكان ليفربول قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على فيا ريال الإسباني في دور النصف النهائي بخمسة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهب والإياب قام يواصل ريال مادريل تحضيراته لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا وكان ريال مادريل قد صعد إلى النهائي عقب تخطيه عقبة مانشستر سيتي الإنجليزية وختم أخبار رياضة عودة مرة أخرى إلى أميرة وياسر إليكم شكرا لك دينا تنبأت سلحفات بحرية بفوز ليفربول على ريال مادريل في نهائي دوري أبطال أوروبا وتبلغ سلحفة من العمر ثلاثين عاما حيث وصلت قبل خمسة عشر عاما إلى حوض أسماك بمدينة ملقى الإسبانية مرحبا شكرا لك يا أميرة شكرا لك يا سر والآن معدنا مع أخبار التقص يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة تقصح نهارا على قهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بينما يسود ليلا تقصي لطيف على شمال البلاد حتى القهرة الكبرى معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وهذه درجات الحامة توقع غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية ونبدأها من القهرة والعظم 35 وصورة 21 إسكندرية 29-19 مطروح 27-17 بورسعيد 28-21 إسماعيلية 35-19 السويس 34-20 العريش 28-18 طابة 35-19 شرم الشيخ 36-26 الغردقة 36-26 الأقصر 39-22 أسوان 40-24 الوادي الجديد 38-23 شالتين 35-24 وأخيرا حلايب 31-23 والآن نسترد معكم درجات الحرارة متعقاة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والآن نترككم أبرز لقطة في اليوم المق詳 س commanders simيزة ثقات في اليوم المكتب الأوجيية والجزاء ا eachقنق لن نترككم كل هذه الصلاة يترجمة نانسي قنقر النعم العربية cooler وسيكون ترجمة Railway كما المغادرة عضل انتهت نشرة الأخبار وعليكم أهم ما جاء فيها رئيس مجلس الوزراء يتابع موقف توريد القمح المحلي والاحتياطي الاستراتيجي للسلع شوكري يبحث مع نظيره القبرسي تعزيز أمني واستقراري الشرق المتوسط ويشيد بدور قبرس في تفتيق علاقات القاهرة بالاتحاد الأوروبي وزير الخارجي الأمريكي يؤكد أن بوتن فشل في تحقيق جميع أهدافه من وراء العمليات العسكرية في أوكرانيا انتهت نشرة التاسعة ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع شفك المنايري مساء كل مساء الخير يا أميرة مساء الخير يا ياسر وبتمنى ان شاء الله الويك اند ده يبقى عليكم أجازة ولا شغالين احنا نتمنى لك التوفيق في تقديم الحلقة ان شاء الله لأننا أكيد شغالين أكيد شغالين نتمنى لكم دايما التوفيق والكل صنوع نشرة التاسعة في التلفزيون المصري أهلا بكم دايما شكرا لك مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا نبدأ برنامج التاسعة تفضلوا